اخر شي تبين عندي هسه المطار هذا ما لا يشتغل كان ضحيف يحمي يشكل الان وقف نهائيا فمسه ما تلاحظون هسه مربوط وذا تتأي عاز ما فوق اي نارية فالمطار هسه هنا عندي محروق لازم ابدله عملية فتحماته جدا بسيطة بجرد انه تسحبه هذه البنات التغذيب الحار والبارد الثين مفروض يتبدل فقط المطار الآن صورت الفيديو ونزيت حالي وحاليت مشكلة صندوق الكاراباي بكيس بورتيج ولكن بعد الشهر رجعت عندي الحالة نفس الشي فرجعت فساخت هالمرة كاملة وطلعته هذه السيارة حتى للسنك فجبت مطار هذا العصلي تلاحظ هنا جبت هذا فتحت الديشلي تلاحظ هنا هذا المسنن من هذا الى هذا بيش بالحرارة عرض الى حرارة بسخدام الطباق او موثر حراري وبالبلايس بعدين فتحت من هذا ورجعت شدية هنا موجود نفس الديشلي ولكنني لم يجبت كان مفقود قالوا نفس ما للأكسنت فليجبت مطار عام اللي هو يرحمل كل السيارات نفس المكان تلاحظ هنا بالنسبة الى الربوط ويجبته فقط فتحت البرينة او الدشلي هنا الخارجي باستخدام مصدر حراري عرضه مصدر حراري بعدين تتسحبه او تبتشه من الجهة ويخرج عنده قد شده بالجهة ثانية اللي يتبين عندي المطار هو اللي ساكت فانه ها هو هذا هنا عندك اجي اشده نفس البنات ويقعد احسا ها هي قاعد ها بعد ها جبتان الدشلي ما يدر صور لي انه احتاج لها كبس اشدهن واشدهن ها هنا منظومه كامله واشيكه بالنسبة الى عملية فتح البطان تلاحظه هنا ساني فاتحه تلاحظه ها دين اليل بس ساني فاتحه كليتين برافة فتحته تفتح هذا من ها الجهة تسحبه تلاحظه هنا تلاحظه هنا اكو برغي هذا البرغي تلاحظه هنا ها برغي يفتح البرغي لا تسحبه ترى يكسر من ها الجهة وايضا من ها الجهة نفس البرغي بعدين رأسي تطلع عندك بالكامل بالنسبة هذا القمشي هذا القمشي خاص بالمطار هنا مربوط اللي يرفع وينزلزل الهيدراليك فنجي ها ستلاحه شده تلاحه نشده تلاحه نشده المكان المالته على مبودة قربقة وله يشد تلاحظه ها هذا الرسام هذا هذا بس لاحي قدي تلاحظ هسه وان قعد هنا قعد هذا هو هسه تبقى ها هنا الشق تلاحه كو قدي هنا هذا لاحظ ها هنا تلاحظ هسه قاعد همشي ها هنا قد حصل من قبيل الشق بفرع لامور ما يتحرك و هسه ما يتحرك هسه عملية التركيب كملت فقط أقبقه وأشده الآن هذه النتيجة النهائية فإذا ضغطت فتح الصندوق لحد الآن لم يغالق البطانة الداخلية السبب الرئيسي كان المطار ضعيف الداخلي بينتعاني هذا المطار اشتريت عني مطاراً ولكن المطار التي اشتريتها كان فرع عكس فرعت المطار وما فوقت تجاه اليمين من هذه الجهة اشتريتها من جهة اليساء فاضطرت ان افتح المطار وأعكس القطبية نهاية الفيديو لاحبين كيفية عكس القطبية إذا مثل هذه صارت اشتريت المطار وطلع عكس القطبية يعني اتجاهة الفر فبدالما يفتح كان يقفض فبقى عندي فقط التغليف الداخل لحشد البطان بالبداية أهم شيء بالبداية وطلع عكس القطبية وطلع عكس القطبية هذا الفيديو اليوم لا تنسى الاشتراك في القناة اذا لم تكن مشترك اشتركوا في القناة اذا كان لديك سؤال اشتركوا في القناة وعملية قلب القطب سيكون في نهاية الفيديو الآن طبقة البطان الداخلية لا تنسى الاشتراك في القناة وحشة طبقات الآن والأسفل هنا يكون ان يكون تماما في القناة الأزروف أو الثقوب وقعدها أشد هناك جميع ثانا ويشد برضي هنا لماذا؟ 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 ماذا؟ لدينا نتيجة نهاية كوشي تكبز كبان في مكانة بالنسبة إلى عملية تغيير القطبية هذه المطارات خاصة بالصندوق تلاحظ هنا أكو فنط واحد ثلاثة أربعة تحتاج مثلاً لاوية أو مفك أقدر نفيس هنا في العراقي دقيق أو بسمار قوي حتى تفتح هذه المطارات بعدين تقلبه تلاحظ هنا هسا هاي هنا عندك الفتحة مجرد أنه تقلبه يفتر عندك من قلبه 180 درجة من هاجية ستحاول هنا عندك هاجية مجرد ما أنه تقلب لحيقلب عندك القطبية فقط لكن تتبه من تفتحها لفحمات فحماتك الصغار بالداخل تكون دقيق بالشغل على كيفك حتى لايث المن ويقعد الملف الداخلي صورة صحيحة فالطريقة تفتح هذه الأربعة وتفرها 180 درجة حيث يصبح هذا الاتجاه ما معناه هسا هاذا تلاحظ هنا هسا هاذا هنا هسا هاذا هنا شوف هسا هنا هاذا الاتجاه هذا مهنا ما قضي السد هذه الفتحة من لحق قلبه هاي الفتحة هنانا لحتي تشد هنا تبقى هنا هاي خالي فره واحدة هذا يفتر ترجمة نانسي قنقر